موسيقى الأم تاريزة مثال العطاء أكيد ومثال الأمومة ومثال السيدات كلهم رح نتابع محطاتنا شفشادي اليوم عنده محطة مفصلة مثل العادة من تقل عنده ورشة ملاح موسيقى أحبائي صباح الغير وأهلا وسهلا فيكم معنا الوقت اليوم مش كتير طويل متلك اليوم ممكن معنا خمسة وعشرين إيئة بدنا كمان نحكي فيه ونشرح فيه عن كتير إشي خلونا نبلش بسرعة فائقة أوكي متل ما بتعرفوا نهار التانين بس بلشنا بلش نهار التانين بالتحضيرات حضرنا كتير إشي وحطيناهم بالبراد لأنه كنا محضرين حالنا نحنا لكل الأسبوع شو بدنا نعملين نحنا محضرين كنا منو كتبنا كمان على اللوح وقلنا أنه نهار التاليطة كذا بنعمل ونهار الأربعة كذا بنعمل اليوم وصلنا عنا نهار الأربعة أوكي طيب نهار الأربعة أنا عندي لفاقف الزعتر والجبنة عندي شربة الإرادس والبروكولي عندنا كوسة محشية مع صلصة دبس الرمان أنا بس أعرف شو عندي وأنا بعرف شو فيهم مقادير بقلبهم إذا كان شغلة من الأشياء اللي موجودة عندي محضرة خططة بالفريزر ولازم شيلها قبل لازم شيلها قبل بليلة يعني العجين اللي أنا استعملته اليوم كرميل نعمل نحنا لفاقف كمان الجبنة مع الزعتر كنتم محضر العجيني من مبارح بعد كون ذكرين حضرنا مبارح العجيني كمان حطيناها بالفريزر البارح شلتها بالليلة اليوم لأيتها جاهزة خمرانة بالبراد وطلعها لبرة واشتغلت فيها وهلأ منشترح عنا كمان من جديد طيب شو بعد بدي أنا أشياء عايزة موجودة بالفريزر خلينا نشوف شو في أشياء موجودة بالفريزر نروح نجيبها بفرد ضربة شو عندي أنا عندي أنا عملنا بروكولي برافو مرأة خضرة عملنا يعني لك وين عندي ياها جاهزة مرأة الخضرة يعني أنا هون عندي البروكولي عندي لحم مفروم للكوسة محشي عندي سنوبر سنوبر كوين وبره يعني أنا سنوبر هون اللي نحنا جاهزين عنا يعني أنا بتروح أنا هلأ أنا على الفريزر بدنا نجيب البروكولي بدنا نجيب عصير الحامض وبدنا نجيب يا شادي كمان اللحم المفروم هيك بنعمل يعني أنا هلأ عم بعمل مثلكم كأني أنا قاعد بالبيت شو رأ عمل بسرع يا شف شادي على الفريزر تنجيبهم كلهم سوا عندي أنا وين 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 اللحم المفروم عندي البروكولي وعندي كمان عصير الحاموض فرض ضربة صار عندي أنا هون اشي جاهزي لك وانا البروكولي الحلوين اللي بعقدو ياللي بدنا نحطهن هلأ مع شربة كمان الريديس والبروكولي وعندي اللحم المفرومي اللي أنا بدي استعمالها كمان بحشوة الكوسة المحشي مع دبس الرمي جاهزين حطهم هون يا شفشادي كلهم سوا وهلأ بنرجع عليكم انتا نحكي كيف بدنا نستعملكون وهيدا كمان الحاموض أنا عندي هون كمان بنفس الموضوع طيب أنا أكيد قبل شوية صغيري شلت اللحمة أوكي أو بدكن نعمل الحشوة هلأ ونعمل الكوسة ونقليون ولا منركب الشوربة خلونا بموضوع الشوربة أوارشي نمشي بالشوربة نعملها للشوربة نخلص منها تغلي ونرجع ننتقل مشين نعمل الكوسة المحشي ياللي لازم نقلي الكوسة المحشي كيف نعمل القبلمة مثله بس ما نعمل الصلصة بيدبس الرمين لايكوا شو عندي هون تنجرة هالتنجرة برجع بعيد عم نحضر نحنا شوربة القريز مع البروكولي طيب التنجرة هون عندي من الزنجبيل وعفكرة كمان الزنجبيل فيني افرمو ناعم واعملو مثل التوم كيف أنا عامل التوم بالزيت فيني أعمل الزنجبيل بالزيت هايدي اشيا رح نحكي عنا كمان الشهر القادم رح ولع أنا تحت الزنجبيل بوصفة شوربة القريز مع الزنجبيل شو بيتخلى بيتخلى مشروم بقلبه طيب مازالي بيتخلى مشروم وأنا عندي مشروم اللي عملناه هون نحنا كمان من يومين مقليين بعقده طلعوا بيحقده هون هيك رح ناخدها لأملعقة كبيرة وفي يون زيت يعني أنا فيني استعمل الزيت طبعولون طلعوا ها مشان اجي اقلي هال زنجبيل اللي عندي وبعدين بيستعمل المشروم طلعوا شو حليوم المشروم بالزيت بيتخلى وشو بيعقده يلا يا شفشادي هلأ منبلش نقلي لك عن الزنجبيل وبدنا نحط البروكولي تذكرنا أنه البروكولي بس فرزناهن سلقناهن قبل المي المغلي المالحة بردناهن بالمي الباردة وهلأ الباردة وعم نكتب قدامنا كمان الوصفات كتبوهن واسمعوني كمان أو كتبتوهن وخلصته المهم أنه لما سلقنا نحن البروكولي وجينا صفينيهن بردو بعد ما بردو حطينيهم بقلب كيس وحدة حد التاني أو بقلب صنية بس تلجوا صاروا متلجين بالفريزر شلتوا أنا يا شفشادي وحطيتهم بأكيس وهودي هني موجودين هون يعني ما نعمل حساب أنه أنتم مسلوقين نفتح الكيس وهلأ أنا طلعوا بدي شوية صغيرة منهم فتفتهم يعني حطهم بقلب الشربة حتى يفتفتوا معي وشوي صغير يضلوا شقف شو بعمل باخد أنا كمية منهم طلعوا هنو يمتلجين بحطهم أنا وين مع الزنجبيل ومع الزيت اللي أخدتم من الثوم ويلا يلا منمشي هيك بهذه الطريقة طلعوا شو حلوين ورح أخد كمان هلأ هون هيك رح أعمل كم حبة من القريدس اللي موجود راسه بقلبه يعني وقشره كله سوا رح أخد كم حبة حطهم هون طلعوا حتى يعطوني طعمي مش كلهم لأنا عندي هلا الريدس اللي بدي يحطه هو يلي بده يكون من دون راس وفينا نعمل شغلي كمان إذا كان عندنا وقت شغلي أنا بعملها كمان دايما إنو فينا ناخد نحنا حبة الريدس هيك ونجي ناخد مقص ولمقص هون المقص ونجي نحلق له يعني نشله شوي ربا طلعوا كيف هون ونشله من هون هيك شوي صغيرة هون حتى ما يفرفتوا معنا بالأكل طلعوا كيف صارت لأنه إذا فرفتوا معنا شفناها شفتوها نعملوا حيثين يلا نعملوا حيثين شفتوها خلص لكما زلت شفوها لا بدي أجراء عملوا حيثين يلا أوكي طلعوا كيف هون هايدي كيف هون منقصون ومنقص لأجراء بها الطريقة أنا هيك أوكي بس أنتوا ما تكبوا مثل هيك على الأرض أنتوا شو تعملوا أنتوا حطوهم بصحم بس أنا أفرجيكم يا بعد طريقة هيك ما نحطها بقلب الأكل من دون أي مشكلة إذا بدنا هايدي كمان علومية ممكن كمان نعملها أوكي طيب أنا هون يلا يا شفشادي البروكولي الزنجبيل ريتسيت الحلوين طلعوا شو حلوين هيك واو 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 والإقرائدس اللي عندي هلا بتقولولي أنا ليش هيدا الإقرائدس بدي حطوه بالآخر شوفتوا الإقرائدس هون بدي حطوه بالآخر طيب إلا ما حطيته بالأول أنا تزكيت على الموضوع هلا حطيت كم حبي بيقشرون طي يعطلوني الطعام وهو دي رح حطوهم بالآخر حتى ما يزموا معي كتير إذا حطينا هون بالأول حبيت الإقرائدس بيزموا يعني أنا هلا حطيتهم هونيك ما رح يطلعوا طيبين قدل بدي حطهم هوا دي بالآخر ذكروا هذا الموضوع لكن من الزنجبيل يا شاف شادي من البروكولي من الريتسات الحلوين وهلا شو بدي أعمل أنا هون رح حط فوقون كمان شوية صغيرة من مرقة الخضرة اللي حضرناها نهار التنين وحطيناها بالبراد وهلا بيبل شو يغلو هلا فيكن تقولولي أنتو يا شاف شادي ما حطيت المشروم وكل عمرك تقول أنه أنا إذا بدي أعطي طعمي قوي وطيبة لازم حط شوية صغيرة من المشروم أو الفطر بقلب الأكلي إقليون مضبوط معكم حق بس أنا كوني إقليون قبل وكوني عم بستعمل الزيتات تابعونهن فوصلنا لنفس النتيجة أوكي ياب أوكي هول أنتو بعدين أنا أخطكم بقلب الشربة واللحمة انتقل هلأ ما زيل هون أنا عندي عم تغلي بعد شوية رح تغلي رح ولأ تحت الزيت اللي بدي أقلي فيه الكوسة وانتقل كيف هايدي بتولع؟ بتولع هايك أوكي كفوف بإيدينا متطلع بها الطريقة وبدأ إجي أعملكم شوية حشوة للكوسة قبل باللحمة المشوية باللحمة المتلجة كيف فينا نشتغل فيها أنا هون ليكم كيف بأخذ اللحمة تطلعوا يا شايف شادي هون هايدي اللحمة المتلجة تطلعوا فيها مقلية ومتلجة وفيها تضل كمان وقت طويل شفناها أنا بهالطريقة هون صار عندي اللحمة بجع هادي اللحمة بها الطريقة أنا هون بروح على السنوبر المقلي من قبل جاربوها وشوفو شوية السنوبر مقلي من قبل لكوا قداش هلا وفرت كمان وقت بروح على دبس الرمان شوية صغيرة يا سلام وهلأ بنروح على الملح يا هون وكمان هلأ بنروح على كمان الفلفل وصار عنا الحشوي جاهزة وفينا نحشي أحبائي هي واللحم امتلجة وين المشكلة؟ ميين فتفتة طلعوا كيف صار عندي إيها عادي ما كنا حطين عليها ملح قبل وفينا نشتغل فيها من دون أي مشكلة أنا أكيد محضر كنت واحدة قبل لأنه بدي استفاد شوي صغيري من الوقت تحشيت أو استفدت تحشيت أنا الكوسة مصبوط الكلام؟ طيب أنا حلق وبس نحن ما شفنا كيف حشينا كيف حشينا حشينا اليوم بهالطريقة حلق هيك ولكن قبل ما وصخ يديي باللحمة راح يعي traveler حبتين من الكوسة كيف نحن منشيل اللب من قلبهم في الحرب النات4 يعني أنا هون أول شغلة الكوسية بيكون نظيفة ويأتي أنا بتقطع الكوسية بهالطريقة هيك وبهالطريقة هيك أنا عندي طريقتين طريقتين سأأتي أنا أو أنا أأتي بنقربين هالطريقة أطلعوا كيف فوت أنا هون فوتنا هون 이�orte طلعوا مظبوط بهاي دى هون طبعا التفاح وبجي بعدين بس خلص بفوت بهاي عالاخر هايك هون وببرمة طلعوا طلع عندي كل الحشوة بوجي بنظفها ساعتها شوي صغيري ها كان عندي نظفناها شوي صغيري او من الاول بفوت فيها بهالطريقة طلعوا هايك هايك بنفوت فيها ساعتها شوي شوي اوكي بنفوت فيها شوي شوي عالاخر ومنشيل منا كمان اللب كله سوا كمان بيطلع عنا بها الطريقة ومنطلعهم كمان كلهم سوا للب كله سوا لبرق الطريقة الاولانية كمان كنت احسن طلعوا كيف شفتوا كمان بيطلع معنا اللب كله سوا من بعد ما يطلع معنا اللب كله سوا لبرها هيك بنجي نحن عليهم بنبلش نحشيهم بايدانا تطلعوا هيك بنحشيهم باللحمة والزيت صار عنا كمان جاهز تنقليهم كمان بالزيت لكن الكوسة صاروا محشيين الزيت رح يحمى الشربة على النار نتركوا بسرعة انتم وغيدا باي طبيعي معكم بمحطات عالم صباح واخر محطة مع شفشادي ورجلت ملاحة احب ايه احبا ايها سهلة فيك ومن جديد معنا آخر كديش معنا بس احب بس اهلا سهلة فيك اهلا وسهلة فيك суهلة اهلا اهلا بك يا غيدا نحن جShaq ما كاتبلك اسمك بالذهب لانه الز EigenTar هو صار ظهر احنا بوقت الفئر اكلنا زعتر عامله هجه وكذا ومحطن Lego وعمل لوحدة جديدة انت انا كتاب لك اقمر بالصمو بقلبها. ايه مزمعك. اوكي. بس اتخيل انت حلمي انه الزعتر هو سمو. هلأ اليوم بالزعتر بكرة بالسمو? احنا لسه فيها. الفكرة متعقدة جنن اللي عايزيني حكينا عنا مبارح هي العبارة عن ثلاثة اكواب كمان ملطحين حتى يطللهم حوالا نص كوب من المي الدافية مع ملعة اكبيرة من الخميرة. حتى انا ملعب السكر بقلبهم. ملعتين من الزيت طعمتين. انت لعب طعميهم بزيت التوم. اوكي. هاي كلمة جديدة جاي لينفعل طعمة. طعمة ايه طعمة. ايه طعمة. لقعو اطفالكم. اوكي. وجينا اعملناها اكيد حاطينا المايات في منها الخميرة وصار عنا واو صار عنا ها العجينة متعقد. حتى نعمل الفريزر شلناها مبارح بالليل كمان او شلتوا مبارح بالليل عقصلوا قبل بينهاج جينا عجلناها. والحشو كانت زعتر مخلوط مع زيت التوم او مخلوط مع زيت الثضي القصعين. لا مع زيت اكليل بس يكون عنا انواع من الزيوت المحضرة شوفينا نعمل وجبنة الموصرلة بقلبها شو اللي عم بفقع هلأ؟ الزيت حسناً مضموطة عني شون اللي أعمل يلا أوكي يلا الكوسة بالزيت طلعي عم نقلي كمان الكوسيات هلأ حط الكوسة بالزيت عم تقلي الكوسة بالزيت طلعي كيف مضبوط لأنه عم نعملهم على طريقة طريقة مين؟ أوكي عما يتقطي هون هلأ متل كأنه عم نعمل القبلة مبرافو عليك بي 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 أوكي طلعي كيف بس لح نعمل الصلصة مع شو؟ مع دبس الرمان صح طلعي كيف حطي أنهم كلهم ما تخافوا معلاشي أنا هلأ هون لأ أجي وطي فرجيني لنشوف لأ هادي بكطي هاي وهادي هون هاي ياي أوكي هلأ هون عندي طنجرة صغيرة بدي أعملهم السوس أوكي أوكي خليني حطها لتناليش دل الله اي حرام أوكي حطي هذه هون طبعا لأنه حتى زيحي انت يا أختير هون أوكي حطينا كلهم فرد مرة حتى ما نخسر وقت أنتو لأ فيكن تقلونا على فعات ايه عندي هون شو؟ مقلية مقلية بدي نعمل صوس دبس الرمان حسناً مبلش حامية حامية يلا طومة مع الزيت تبعولو هذا من ثلاثة يام مخضر طلعوا شو حلو أوكي معي ولا مش معي؟ معك يلا يا شايف شادي هون شو عندي أنا هون؟ دبس الرمان صحيح طلعي هون قدي حتى تتشاهدك ce 4 ملياك كنت بسرذل مع الطمانة معي ولا مش معي؟ معك عندك أنت هلأ حامض هون الشو بي ليا هون يلا وين هو الحامض؟ عندك حامض هونخ البي ليا هون شي بتسأل علي هونى هم تلجون شفتشو حالوين؟ ايه ما شفتن اليوم قاعد ما تكسرك هذا حامض ايه شفتش؟ اتي 2 ها 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 زيته? اربعة. فلعنا هوم العاقتين كمان من الحامض حلوين مع ديبس الرمان. ومع شو كمان حطينا بقلبهم? مع التوم. بقلب الزيت. هلا بدي يجي تخدميني خدمة. اللي? فينا حطهم بالفريزر مع اللحمة اللي كمان مخاضرينها مش هنستعملها بغير قطبا. اكت. اعمالي معروف هيك. تانك يو. اهلا وسهلا. تانك يو. اوكي. عنا كمان هون النعمة كمان يابس عندي كمان من القرفي كمان يا شفشادي فين يحط كمان بقلبها. واستعملها كمان التوم بطريقة كمان حلوة. راح نشيل اللي احنا هلع هون. كالشي هيكي. قدامنا راح نحط ورا. وبعد شوية صغيرة كمان هالسالسة. راح تكون كمان جاهزة عندي. يالي انا بدي استعملها. وانا حطها وين? حطها مع مين? الكوسة اللي نعم نقليهم اللي حشينيهم باللحمة والسنوبر ودبس الرمان. صح. وفينا نعمل كمان الصلسة لبن. فأنا عملها طحينة. يعني فيه الكوسة محشية مطحينة. كوسة محشية باللبن. كوسة محشية باللبن مثل يعني هايدي هيدي صنع ما عرفة. بس ما بتعود قبل ما. مية بالمية. صح. وهذهي دي حتى قبل ما. آه. يعني نحنا هي القبل ما الفكرة وين? انه الفكرة نحنا اليوم استعملنا كوسة محشي مقلي اخذنا فكرة الابلمة. صح. بس بعدين الصلسة فينا نلعب فيها اللي بدنا ايان نعمل. بدينا ايان. هلا لانا بدي اعملو انا هون ستصالصة كمان عندي اياها نوعا ما جيزة راح احطها انا هون بقلب صانية هيك وبس حط الكوس عليها بيغلوا سوا صح. وبناكل الكوسة مع كمان بس هالصالصة الحروة. اوكي. معي ولا مش معي? معك. ايا. هيدا واحد. اتنين. هلا راح اخد مني كامل معرفة البروكولي هوني كزا. ايا هنا. ها شافتكين. انا جاهزين اي انو انا بجيي ممعلسكين بايده. في جويز. شفتين اع قطع شي. في جوايز. شفتين اع قطع شي. لا. شفتين اع مصغشي بالبات. اوكي. مراه ولاي. يجحلك هون كاملين البروكوليات الحلوين. سوف اضيفون كمان. لأنا البروكولي. ها دي ما سلقين ومتلجين. شفتين اشو حلوين? خضر شفتون شو حلوين شفتون بتوشوا كأنون شو كأنون طازة ايه يعني عم بعيد عم جدا عم بعيد مش طازة لا بس انو معانين معانين ببعض ايه لا اوكي يعني يعني انو لونون بعقد ولكن شو هون شو عم بيصير هلأ بدي اخد رئيسات من عندك هون يهني بعقدوا بيجننوا هيك كلهم سوا بحطهم منعلي كمان عليهم هلأ بس يغلو صار عندي الشربة كمان جاهزة والنقصة للشربة بس هي شغلة واحدة اللي هي الاويستر سوس اوكي يا سلام هلأ نعملها هيك بالطريقة كمان خلنا نروح على جابان طلعي هون وهلأ هيدا الاويستر سوس وحطناها راح تحت طعمي هائلي شو حطيت تقريبا يعني كمان حطينا لك انزيت زيتون ايش ملعة ونص ملعتين اوكي حطينا من زيت الزيتون اول شي لأ شو عملنا اخدنا الزيت من وين من الفطرات اوكي هلأ بتزيد الفطر كمان اوكي وجينا كمان حطينا من الزنجبيل وحطينا بعدين من البروكولي الحاضرين صحيح وحطينا بعدين كم راس يعني كم ريتسي مع الراس من النيين صح تعطوني طعمي كمان قليتون وهلأ ضفت البروكولي كمان البيئين وهلأ تطلعي شو عندي هون هيدا الفطر اللي انا بدي ضيفه هاك واشرف هوني عم بيخد لك الريتسي النيين اوكي اذا انا بدي ضيف الفطر انا اللي هني انا عملهم وخليهم مشان اكلهم مع شي سالاد فيني اجيب انا فطر انا جايب معي هون مشان ما استعملهم كلهم جايب معي من الفطر اللي هو معلق صح اوكي وبجي انا لهون هيك يا شف شادي يعني بتخلط هيك وهيك فيني اعمل هيك وفيني استعمل يعني فيني اعمل اللي بدي اياه اوكي بس نحنا بس نحضرهم هيك حلوين يضلوا عنا حاضرين مشان نستعملهم باشية كمان حلوة مثل السالاد او غيرها وانا هلأ يا شف شادي بحط شوية صغيري من المرأة الحاضرة كمان من قبل هي مرأة الخضرة ويلا على الغليان وبنتذكر انه مرأة الخضرة اللي عملناها عملناها من الجزر من كمان البصل من الكربس من ورأة الغار حطينا فيها توم حطينا فيها إرفة حطينا فيها ملح يعني ما في لزوم نضيف ملح وين على هالشورمة اللي عمنا عمنا كيف الموضوع؟ عوزي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك خلني معك حاجة جي خليني بس أنا هون هيك نضيف شوية صغيرة انا اشتغلنا كمان بسرعة نتفي 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 هولي التومية تخليكم هون أنتو حلوين ندوسون برضا تخليكم حلوين لأنهم عايزكم بعد يوم اي ما تعايزون عايزون الجمعة بعد بكرة حلوين هولي ريسات رح نحطوا هون بعدين مستعملون بهالطريقة هيدا الصحن رح نحطوا هون تنقدم فيه بعد شوي وانا هون هلأ بدي ارجع لقواين عند الكوسة مزبوط الكلام يلا هلأ انا رح تجي هون حلوة الحبق موعة والغرامي انا انا بدي ايلك شغلي هلأ هون اقلي عملي معروف شميلي هالروائح يلا يلا بمازال هون شميلي هالروائح بهالزات الحضرنين هون هون بهالوقت اللي انا عمشيل شو عمشيل الكوسة حطهم طي يغلو طريقة حلوة تحت ال فتحة انا زيت هون وايكو هون يا سلام اطلعي الجميل هون شو صار عندي يا سلام اوكي بقى بدون شوائي خرس بكافيون ما بدون بعد اوكي بقى بدون بعد شوائي صغيرة ايه شلنا واحدة شلنا واحدة شلنا واحدة لانه بدي نزل هود الفؤانيات اوكي يعني شلت واحدة زغرورة ما علي حالا تضلل واحدة نية لانه هولي مش عمينزلو اصحابه ايه اصحابه ايه اوكي طيب انا هلأ بدي اذكر بشغلي انه عنا هيدا الزيت اللي احضرنيها الكيف شو رأيك عظيم جينا غلينا نحالتوم بالزيت شو عملنا بيعملت هيك دايما بعد معك انا بسير اوكي ا لأ اوكي اوكي نجعل هون نفس الموضوع كمان حطينا الأصعينات وين بقلب كمان الزيت غلي الزيت نطرنا بردو بردو جينا فلترناهم حطيناهم نهار بالبراد إذا بدنا أو براد البراد هم يبردوا مزبوط بقلب الأنيني وحطينا بعدين فيهم الأصعيين ونفس الشي أنا هون الروزماري وكمان عنا أنيني كمان الرابع أنا كنت بحضر عنيني الرابع لك وين ما تجيبيها؟ بلايها؟ تركيها بالبراد خالص خليها بالبراد يلا أوكي دبس الرمان يا شاف شادي هون بعد إياي نبلش بها الطريقة هاي طلع كيف هون عم نشتغلها بطريقة كمان حلوة راح أجيب أنا هيك يا شاف شادي وشوي صغيري كمان من المرأة أوكي واو وصر لنا لكن هون هاتوا ميت الحلوين مع هالكوسيات مجرم من عيد أنه نحنا الحشوي اللي عملناها لحية مفرومة أنا استعملت مجلدة ايه؟ سوري أنا هالي الجمعة هلأ في عالم يكون فتحوا التليفزيون هلأ وشوفوني عم استعمل اللحمة فروزن لأ أنا مع أني استعمل اللحمة كمان طازة أكير بس أنا اليوم هاي دي الجمعة خصصنيها أنه لعنده أشغال نصمت لحضرتك نهار الأحد ما عندك شي تعملي وهم بكتروحي بقى أوقات تكون عالم صباح وقت ما عندك عالم صباح أش عندك؟ مزبوط تعدي بعض دار ثلاث ساعات بتسمعي الشاف شادي وتسمعي كلام الشاف شادي وبتحضره منشاهد كل الأسبوع وكل الأسبوع بتصايح على البيت دي إيه تايم تكون الأكل خاضر شوفت نحن عم نحضر ثلاثة أكريات وقعدين عم نسولف ونحكي يعني ما عد عندك مطبخ عم نسولف يلا عم نسولف حبيتك يعني ما بيقولوا نسولف بلا بيقولوا نسولف هيك بسيك التراث القديم بيقولوا نسولف قعدين عم بيسولفوا جاي من فعل سولفة إيه عم بيخبروا خبريات طيعي شوية لايك هون شو حلوين أكيد فيكن تقلوهم بعض شوية صغيرة إنتوا أحبائي يعني ما تخدوا وقت أكتر مني شوية إيه بدهم بعض شوية أو نحن يمكن كدنا لازم نحطهم من أول الحلقة مصبول بس معلين حبيت فرجيهم بس كيف نعمل الحشوي أنا ما بيعجبني كتير هايدي أربعة دقائق سريعين إيه شفتقين هنو بيرقدوا أقل من ستين ثانية بتكون البيئة هلو الأربعة دقائق فراري شيء وأربعة دقائق فولزواجن شيء شو بيها الفولزواجن ليه؟ إيه ما بتاع فيها إنت هايدي النكتة لا أه قال في واحد فراري طاير تلاتمية وعشرين كيلو متر بالساعة مرئ حد الفولزواجن آه قام بعد شيء ساعتين لتقيه بالمستشفى اتنينتهم كسرين مم فالتك بيقول له طيب انت طاير عملت حادث إنو أنا طايرة عملت حادث انت شو عملت قال له شفتك طاير من حدي فكرت حالي وقف بالسيارة هَهَهَهَا أعنزلي في السيارة فالموضوع إنو أربعة دقائق سيارا فراري مبتسرع مثل سيارا بولزواجن إنو أوكي مشي الحا Along لابين بالبولزواجن قربنا عالبولزواجن لي أعفق لئكي هلاء عربية الحلبين هولي إيه حلبية ياءو مرتأت الحіт اليحيتشتري العربية واشتري العربية للبولزواجن أوكي طلعي شو حلبين هلأ شوفت كيف وأنا هو وه disabilities اطفى. ورح نحن عنا هون كمان كل شيء. ورح نشير هيك كمان على جنب. واو. ورح اجي بس فرجيك. شوك حتى بالخزينة. قطع لك. لا قطع لك الجي. قطع لك الجي. انا ويكي شو ريقبك. هون تفرجيك بس انا. كيف قطعنيها هون هون. وكيف حطينيها. لما جينا نحنا مدينا العجينة. شفتي? نحنا مدينا العجينة. لما مدينا العجينة كالة سواء جينا. خلطنا نحنا ساعة شو? جيب جينا. الزعتر مع الجبنة. عفكرة عطيني حرف. قطيك حرف? ايه. هيدا حرفة. بحب الحرف. لا انا بحب الحرف. اه اوكي. ما بديك الحرفي. انا حرف الجي كلها سواء. هكي طلع طلع طلع. طلع شو حلوين هيك. هلأ بدي اعمل شغل قبل ما اجاء لهونيك. انا عالكوسة وقدم كمان الشوربة. اوكي. طلعي هون كمان. يلا. رح اعمله هو. انا عندي هلأ هون. اليوم اعملت من السبانيك. لايكو السبانيك كلون تازة. فيني حطن انا هيك بقلب الكيس. مظبوط. اوكي خلنا نش ايه معلوم. لايك اهون. فينا حط كمان السبانيك انا. حرق اصو. حرق اصو. لمسلوقين اليوم. متل ما عملنا مبارح بالهند بي. والهند بي كمان تلاش نيها. وطلعوا شو حلوين. بقلت اك قلت متل ما عملنا مبارح بالهند. بالهند لأ. طلعي شو حلوين. هاو دي بنورها على الفريزر. كما انه فينا نعمل نفس الموضوع وهي دي ما عملناها لانه ملحقنا نهارت طلعين. طلع كمان الكيس انا عندي هون. ما تقولي له حدا? نا. هلأ بح دي ما عملنا في ان Sonicล aЖارت حسين نحطها في الفريزر او اي نوع من الجبنة. فينا نبرشها. ونحطها في الفريزر بها الطريقة. وراح تشوفوا انúsica ينوعها في عندي في لحط وم ستعملون. وراح تشوفون انو مو économiqued monsrana في الموضوع. وعندي كمان انا Scot 51sqon. وعندي كمان وهي بص تجي بيلي هيداك الصحة من هونيك تنقدم الشوربة وانا هون كمان طلعوا رح ايجي حط لكم كم حبة انتوا كمان ستون بعد اكتر واكتر طريقة كمان كتير حلوة واو دقيقة سريعة هلأ عم تقول كمان طلعوا شو حلوين دقيقة سريعة اي بس انتوا ما تكونوا سريعين تلقي سيني يعني دقيقة سريعة اوكي طلعوا شو حلوين وهيدي كمان رح حط اخر حبي هيك وراح ايجي انا هلأ بملعة هون طلعوا كيف هون وهيدي هون السالسة عليهم من فوق شكرا شو حلوة والصحة لقليك والصحة لقليك وأنا هون كمان رح فرجيهم قبل ما نرجع لعندك يا غيدا الشوربة طلعوا كيف عم تغلي تعقد بتجنين طلعوا طلعوا هون طلعوا الجمال طلعوا كمان كيف هيدا شوربة البروكلية مع الريديس مع الفطر كلشي حاضر و بس يكون كلشي حاضر منطير بالمطبخ مزبوط ومنطير لعندك يا غيدا منطير نخلص على مصصباح اليوم منطير على باتنا صح ما منطير بس بالسيارة ما منطير بالسيارة بنمشي على مهلنا خاصة لانهالق في شتي الحمد الله عم وبكرة بجي عم بذكر سبينغ سوتي بالتوم العجي بالخضرة في ليس سمك بين الرز والخضر عم يقرأ شف شادي مش عم يسلم عحنا نحن بنودع كل المشاهدين الحمد الله اليوم الأمطار عم تنهمر بغزارة ان شاء الله يا رب أكيد تحمل كل الخير للجميع ويبعت الخير ساحتين شف شادي مرسي كتير كتير طيبة وأكيد نودعكم بقية نهار حلو للجميع ونحن نشوفكم بكرة هاي 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 موسيقى 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 موسيقى